المياه النظيفة وكل ما يتعلق بحياة المواطن السوري وبما يصون لهذا المواطن كرامته وعزته وكانت سوريا تقصد من قبل كل الجيران نظراً للإمكانيات الكبيرة التي كانت توفرها الحكومة السورية وبأسعار رخيصة لكي تصل إلى كل المواطنين السوريين لكن الجميع يعرف أنه منذ عام 2011 وبدأ الجرائم التي كانت ترتكبها المجموعات الإرهابية وبتحريض من أولئك الذين يوفرون لها المال والسلاح والإيواء والتدريب قامت بضرب هذه المرتكزات الأساسية التي أمنتها حكومة الجمهورية العربية السورية لشعبها في مختلف المجالات بل إن هذه المؤسسات التي كانت تقدم الخدمات الصحية والغذائية للمواطنين أصبحت هدفاً بحد ذاتها لهجمات المجموعات الإرهابية المسلحة وفي هذا المجال دمرت المشافي والمدارس والمستوصفات ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ومصادر مياه الشرب ونهبت صوامع الحبوب واعتدت المجموعات الإرهابية على الطرقات العامة والسكك الحديدية وحرمت المواطنين الأبرياء من الخدمات الأساسية بغية تحقيق أهدافها اللا إنسانية على حساب الخدمات الإنسانية التي كانت تسعى حكومة الجمهورية العربية السورية لتأمينها لن أتحدث بشكل مطول عن الأهداف الأساسية لهذه الهجمة على سوريا ولماذا استهدفت سوريا بالذات فهذا حديث يطول وله بعد إنساني كما له بعد سياسي وفي بعض الأحيان لا يمكن التمييز ما بين السياسة والبعد الإنساني لكن سنركز حديثنا في هذا اللقاء على هذا الجانب الهام لأن الجهات التي دعمت الإرهاب في سوريا أرادت أن تصل إلى أهدافها من خلال التأثير على الوضع الإنساني للمواطنين السوريين وفي هذا المجال كلكم تعرفون الحصار الاقتصادي الذي تمارسه الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ودول مثل فرنسا لا تمارس سياسة إنسانية على الإطلاق وتدعي ذلك زورا وبهتانا لكن أيضا ساهمت بعض الدول العربية بما في ذلك دولة مثل المملكة العربية السعودية بفرض مثل هذه الإجراءات القسرية ضد الشعب العربي السوري وبهدف وحيد كما تعرفونه هو هدف الوصول إلى الغاية السياسية من خلال التركيز على عدم وصول الخدمات الإنسانية إلى المواطنين السوريين وفي هذا المجال الكل يعرف أن عشرات المصانع التي تؤمن الغذاء والدواء للشعب السوري قد تم تدميرها بل اعتبرت أهداف أساسية للمجموعات الإرهابية المسلحة منذ بداية هذه الأزمة لكي تعمق معاناة المواطن السوري ولكي تحرض المواطن السوري ضد حكومته في الوقت الذي كانت تمارس فيه هي شتى أشكال التحريض على الأوضاع في الجمهورية العربية السورية دون مبرر ودون أي اعتبار لحياة المواطن السوري العادية كما يدعون وفي هذا المجال طبعا لابد من التركيز أيضا على الدور المدمر الذي قامت به الحكومة التركية والتي سمحت لإرهابيين من ما يزيد عن 83 دولة من العبور إلى سوريا لارتكاب جرائمهم ولتدمير البنى التحتية التي كانت تؤمن الخدمات الصحية والغذائية للمواطنين السوريين في الوقت الذي كانت تدمر فيه هذه التنظيمات هذه المرافق الأساسية في حياة المواطن اليومية كانت الحكومة في سوريا تقوم بإعادة بناء ما تم تدميره والكل يتذكر أن الأزمة التي عانيناها خلال الفترة الماضية في موضوع التدفئة كان بسبب تدمير المجموعات الإرهابية بمساعدات بالسلاح وبالأموال من قبل أصبحتم أيضا على دراية بها من أجل التأثير على حياة المواطن اليومية المواطن السوري في القلمون أو في حلب أو في درعة أو في السويداء الذي يعاني الآن من البرد سوف لن يحمل إلا هذه الدول جريمة استهداف هذه المؤسسات ونجد الآن من يدعي زورا وبهتانا سواء في الإدارة الأمريكية أو في بعض الدول الغربية بما في ذلك فرنسا وأشدد على فرنسا لأنها أصيبت بالعمى وتتناقض مع كل مبادئ الثورة الفرنسية الإنسانية لكي تدعم مجموعات إرهابية هدفها الأساسي هو قتل المواطن السوري سواء بتجويعه أو من خلال تدمير المؤسسات الاقتصادية التي بنتها سوريا عبر أجيال وأجيال في هذا المجال تعرفون أنه قبل عدة أيام قامت هذه المجموعات الإرهابية بتدمير خط الغاز الذي يغذي محطة كهرباء رئيسية وعندما تقطع الكهرباء لا تقطع على هذا الجزء من المواطنين دون الآخر لكنها تقطع عن كل المواطنين في سوريا وعندها سيعاني المريض في المشفى والمصنع الذي يؤمن الدواء والمصنع الذي يقوم بتصنيع الغذاء جراء مثل هذه الأعمال التدميرية التي تتم بدعم أيضا من قبل تركيا ومن قبل السعودية وأنظمة أخرى في المنطقة وخارجها طبعا بطولات المهندسين والعاملين في هذه المؤسسات وخاصة في قطاعي النفط والكهرباء أدت إلى إفشال مثل هذه المحاولات المدمرة وإلى إعادة الخدمات بأقصى سرعة إلى المواطنين السوريين أود هنا أن أشيد بشكل خاص بالدول التي قدمت المساعدات للشعب العربي في سوريا أود أن أشيد بشكل أساسي بروسيا وبإيران وفنزويلا والصين ودول صديقة أخرى لم تبخل بالمساعدات الإنسانية على المواطنين السوريين في الوقت الذي كانت فيه دول مثل فرنسا والولايات المتحدة والسعودية تقدم السلاح والمال من أجل قتل المواطنين السوريين وليس لمساعدتهم على مواجهة الأزمات الإنسانية التي خلقها واقع الإرهاب على الأرض السورية بعيدا عن أخلاق الشعب العربي السوري لكنني لا يمكن أن أنسى أيضا الدور والتعاون الذي تم بين حكومة الجمهورية العربية السورية والمنظمات الإنسانية الدولية في إطار منظومة الأمم المتحدة أو العديد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي نشعر بارتياح تام للتعاون معها والتعامل معها على إيصال المواد المساعدات الإغاثية الإنسانية إلى كل المواطنين السوريين طبعا في هذا المجال يجب أن تعرفوا بأن هناك قوانين تقوم بترتيب وتنظيم إجراءات تقديم المساعدات الإنسانية في مجال الأمم المتحدة هناك القرار رقم 46 عالمية و82 الذي يحدد بشكل خاص التزامات الدولة والدول المانحة تجاه موضوع المساعدات الإنسانية ومن الجوانب الأساسية التي يؤكد عليها هذا القرار وهو أساسي في عمل الأمم المتحدة وتم اعتماده في الجمعية العامة للأمم المتحدة أهمية احترام سيادة الدول والعمل من خلال الحكومات الوطنية في كل مراحل تقديم خدمات المساعدات الإنسانية طبعا نحن في سوريا وفي الحكومة سنتعاون مع كل المنظمات في إطار هذه النظم التي تحدد مسؤولية كل طرف لكننا من وقت لآخر نسمع عن مطالبة هنا أو هناك بما يؤدي إلى النيل من سيادة سوريا واستقلال سوريا ودور الجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية بتقديم مثل هذه المساعدات ونحن نطالب هذه الجهات التي ضلت الطريق وتعتقد أنها من خلال ضغوط سياسية قادرة على التأثير علينا للسماح بانتهاك سيادة سوريا بأن مثل ذلك سوف لن يتم لها على كل أنا دعونا إلى هذا اللقاء لكي أضعكم بصورة ما يجب أن يتم خلال المرحلة الماضية والتوجهات التي ننوي العمل من خلالها في إطار مراجعتنا للتعاون السوري الدولي في هذا المجال طبعا نحن لدينا لجنة وطنية هي اللجنة الوطنية العليا الإغاثة والتي تترأسها السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية وهي مشكلة من ممثلين عن الوزارات المعنية في الدولة وتشرف على دور الإيواء وتوزيع المساعدات بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر وهي لجنة منفتحة وتناقش كافة القضايا المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الجهات التي يجب أن تصل إليها طبعا واجهنا مشكلة أساسية يجب أن تكونوا على اطلاع عليها وهي أنه في الكثير من القوافل التي أرسلت إلى بعض المحافظات السورية قامت المجموعات الإرهابية بمصادرة والاستلاع على هذه القوافل وتوزيعها على المسلحين ولم تمكنها على الإطلاق من الوصول إلى أطفال الشعب السوري الذين أرسلت هذه المساعدات من أجلهم لكن للأسف لم نسمع على الإطلاق من دعاة وصول المساعدات الإغاثة الإنسانية إلى الجهات التي يجب أن تصل إليها أي احتجاج أو تعليق على هذا الجانب وهذا يظهر في بعض الأحيان طبيعة النفاق الدولية التي لا تتعامل بموضوعية مع مثل هذه المسائل والتي لا تضع النقاط على الحروف عندما يتعلق الموضوع بمخالفات المجموعات المسلحة في إطار العمل الإنساني والجرائم التي تقترفها ضد المواطنين الأبرياء هناك أيضا ما نشعر به من تمييز ما بين المناطق في سوريا نحن وهذا هو التوجه الجديد مع أن تصل هذه المساعدات الإنسانية إلى كل مواطن سوري أينما كان ويستحق أن تصله المساعدات الإنسانية وهذه هي السياسة الاستراتيجية لحكومة الجمهورية العربية السورية في هذا الإطار وسنقوم بإيصال هذه المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري ومع المنظمات التابعة للأمم المتحدة والعاملة في الجمهورية العربية السورية بما في ذلك برنامج الغذائي للأمم المتحدة والمفوضية العليا السامية للاجئين ومع مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة لكن أنتم تتابعون أن التركيز يتم على بعض المناطق التي يجد تجد بعض الأطراف الدولية أنه من الصعب توجيهها إليها لأن المسلحين هم الذين يستفيدون من هذه الإمكانيات لقد اتخذ القرار في أن نقدم المساعدات لأهلنا في المعظمية على سبيل المثال لكن من أوقف ذلك كانت هي المجموعات المسلحة والتي أطلقت النار على بعض قوافل المساعدات الإنسانية ونفس الشيء أيضا حدث عندما توجهت بعض القوافل إلى مدينة حلب وإلى مدن أخرى ولم نسمع كلمة واحدة من هذه المنظمات حول الكارثة الحقيقية التي مرت بها مدينة كبرى كمدينة حلب والتي لم تصلها المساعدات الإنسانية على الرغم من إرسال الأمم المتحدة من خلال منظماتها في سوريا بمساعدة حكومة الجمهورية العربية السورية والهلال الأحمر السوري الكثير من القوافل لمساعدة هؤلاء الأهل لكن للأسف أنا لم أتي لكي أشكو لكن أتيت لكي أقول بأن حكومة الجمهورية العربية السورية مستعدة وجادة في إيصال كل هذه المساعدات التي تقدم وهي مساعدات حقيقة متواضعة إذا ما قرنت بكمية العمل الهائل والتمويل الهائل من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية للمساعدات الإنسانية التي يجب أن تصل ووصل الكثير منها إلى المدن والقرى السورية طبعا مأساة نبل والزهراء كما تذكرون ما زالت قائمة حتى الآن لكن لا نسمع شيئا كثيرا عن مأساة مواطنين والذين يزيد عددهم عن حوالي 60 ألف مواطن والذين لم تصلهم قافلة واحدة من المساعدات من قبل الأمم المتحدة أو من قبل أولئك الذين يتحدثون عن سوء الأوضاع الإنسانية في سوريا طبعا وهي التي ساءت نتيجة الأعمال الإرهابية التي تتم في سوريا بدعم من الدول الغربية ومن أدواتهم بعض الدول العربية طبعا الإنجاز الكبير الذي تحقق في المعظمية يجب أن يستمر نحن الآن استطعنا إخراج ما يزيد عن الأربعة آلاف وخمسمائة مواطن كانت العصابات الإرهابية تحت جزهم كرهاء ودروع بشرية لكن لا يتحدث أحد عن ذلك وهي التي منعت هذه المجموعات الإرهابية هؤلاء المواطنين من الخروج من المعظمية منذ وقت طويل طبعا قد يتحدث البعض عن إيصال هذه المساعدات إلى هؤلاء الأهالي المحاصرين من قبل الإرهابيين والجواب هو أننا عندما حاولنا ذلك فإن المساعدات لم تصل إلا إلى المجموعات الإرهابية وإلى من تريد المجموعات الإرهابية إيصال هذه المساعدات إليها سواء كانت طبية أو غذائية أو أشكال أخرى من المساعدات المتعلقة بالصحة والصحة العامة طبعا هناك حملة الآن تقوم في الجمهورية العربية السورية لتلقيح أطفال سورية وزارنا مؤخرا المدير العام لصندوق الأمم المتحدة للطفولة وكانت نتائج الزيارة نتائج إيجابية جدا نحن من جانبنا قلنا ونؤكد الآن أمامكم بأن حكومة الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن كل طفل سوري ونحن أيضا معنيون بأن يصل اللقاح إلى كل طفل سوري أينما كان بغض النظر عن المنطقة التي يتواجد فيها سواء كانت منطقة ساخنة أو منطقة تتواجد فيها قوات الجيش العربي السوري فإن هذه الخدمة يجب أن تصل إلى كل طفل سوري ونحن نتعهد بذلك وسوف نمنح كل الفرص للمنظمات الإنسانية للوصول إلى كل طفل سوري أينما كان هذا الطفل متواجد لكي يصل إليه اللقاح لكن العديد الذين يتعاملون مع هذه المسألة الآن لا يتساءلون لماذا كانت سوريا خالية من وباء شلل الأطفال طيلة عشرين عام ماضية وانتشر هذا المرض مؤخرا في منطقة محددة وهي دير الزور إن الأسباب الأساسية هي منع التنظيمات الإرهابية من وصول الخدمات الصحية وحتى اللقاح إلى هؤلاء المواطنين إضافة إلى تدمير المجموعات الإرهابية لمؤسسات تقديم الخدمات الطبية من مشافي ومن مستوصفات إضافة إلى قتل المجموعات الإرهابية للأطباء وتدميرها لكل سيارات الإسعاف واستخدامها في كثير من الأحيان للقيام بعمليات إرهابية ضد المواطنين الأبرياء لكننا نؤكد مرة أخرى أننا سنتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة ومع منظمات الصحة العالمية ومع المفوضية السامية لللاجئين وأي منظمات أخرى تعمل على أرض الجمهورية العربية السورية لإيصال هذا اللقاح إلى كل طفل سوري من جانب أخرى نحن نطالب أيضاً المجتمع الدولي بتأمين هذا اللقاح للأطفال السوريين خارج سوريا سواء كان في المخيمات أو خارج هذه المخيمات كل طفل سوري يستحق أن تصل إليه هذه المادة الهامة وهي اللقاح وأن تصل إليه أيضاً كافة الخدمات الأخرى وحكومة الجمهورية العربية السورية ملتزمة بذلك اشتركوا في القناة